اشتركوا في القناة ونقرأ في اعلى صفحة كورونا تؤجل الدخول المدرسي والالتحاق بالجامعات ونقرأ في عنوان اخر رياضي بعد قرعة نهائيات كأس امم افريقيا 2022 بالكاميرون مرشحون للزعامة عن المنتخب الوطني الجزائي لكرة القدم منقول هذا التصليحات عن المدرب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم جمال بالمعضي في موضوعنا الاول والخاص بمخرجات اجتماع المجلس الاعلى للامن الذي عقد امس برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجلس الاعلى للامن اعادة النظر في العلاقات بين الجزائر والمغرب ترأس رئيس الجمهورية عبد المجلس الاعلى للامن وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام في البلاد عقب الاحداث الاليمة الاخيرة والاعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان السهيني ضد الجزائر وقرر المجلس الاعلى للامن زيادة على التكفل بالمصابين تكثيف المصالح الامنية لجهودها من اجل القاء القبض على باقي المتورطين في جريمتي الحرائق واغتيال الشاب جمال بن سماعين وكذلك وكل المنتمين للحركتين الارهابيتين التين تهددان الامن العام والوحدة الوطنية الى غاية استئصالهما جذريا لسيما حركة الماك وكذلك حركة رشاد أو حركة الماك بالخصوص التي تتلقى الدعم والمساعدة من اطراف اجنبية وخاصة المغرب والكيان السهيني حيث تطلبت الافعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر اعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الامنية على الحدود الغربية في موضوع ثاني دائما من جريدة الشروق اليومي وفي موضوع الحرائق التي شهدتها الجزائر مؤخرا استغلال القصر في اضرام الحرائق واطلاف الغابات كشفت تحقيقات مصالح الدرك والشرطة تورط ازيد من 15 قاصرا واستغلالهم في حرائق الغابات في حين تجاوز عدد التحقيقات التي فتحتها مصالح الامن بالتنسيق مع مديرية الغابات 500 تحقيق معمق حول الاسباب الرئيسية لكل حريق حيث كشفت عملية البحث والتحري ان 80% من الحرائق تمت عمدا مع سبق الاصرار والترصد الى موضوع ثالث دائما في جريدة شروقي اليومي حول تأجيل الدخول المدرسي هذه السنة إلى غاية 21 سبتمبر القادم رسميا تأجيل الدخول المدرسي إلى 21 سبتمبر أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الأربعاء أن إجراء تعديل على تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 ليكون يوم 21 سبتمبر وحسب بيان للوزارة فقد تم إجراء تعديل على تاريخ الدخول للمدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 لجميع المناطق وأوضحت الوزارة أن الموظفين والإداريين سيلتحقون بمناصب عملهم يوم الأربعاء المصادف للفاتح سبتمبر أما الأساتذة فحددت لهم تاريخ السابع سبتمبر على أن يكون انطلاق الدراسة رسميا بالنسبة للتلاميذ يوم 21 سبتمبر إلى موقع سبق براس دائما في نفس الموضوع فيما يخص ردود فعلا نقابات التربوية حول قرار تأجيل الدخول المدرسي من طرف الوصائية نقابة كنابست تعلق على قرار تأجيل الدخول المدرسي تساءل الناطق الرسمي أو الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار مسعود بوديبة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت وزارة التربية الوطنية اتخذت على أساسه وزارة التربية الوطنية قرار تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية الـ 21 سبتمبر بـ 15 يوما متأخرا قال بوديبة في تصريح لسبق براس إن الوزارة الوصية وجب أن تكون قد أخذت بعين الاعتبار ضرورة التوفير كافة الشروط المادية البشرية والمعنوية بالإضافة إلى توفير المناصب المالية لسد الشغور الواقع على مستوى القطاع سيمان ما تعلق بتوظيف الأساتذة لضمان إنجاح الدخول المدرسي إلى جريدة الخبر نقرأ فيها خبراً اقتصادياً في موقعها الإلكتروني إجراءات جديدة لتشجيع المناولة الاقتصادية اجتمع وزير الصناعة أحمد زغدار أمس الأربعاء بمسؤولي البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة حيث ناقش معهم دورة هذه الجمعية المهنية في الدفع بالمناولة الصناعية في الجزائر من خلال ربط المناولين بالأمرين وحسب بيان للوزارة فقد تم خلال ذات الاجتماع استعراض المهام الأساسية لهذه البورصة المكونة من شبكة البورصات الفرعية في كل من وسط شرق غرب وجنوب البلاد والمتعلقة أساساً بمرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لمتطلباتهم من جهة والمناولين الباحثين عن أسواق جديدة من جهة أخرى إلى جريدة المحور في موقعها الإلكترونيك كذلك كتبت الحكومة خصص 13 مليار دينار لدعم مادتي الزيت والسكر خصصت الحكومة ميزانية تجاوز قيمتها 13 مليار دينار جزائري لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر في إطار سياسة الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتندرج هذه الخطوة ضمن التجسيد سياسة الحكومة في مواصلة دفع الفئات الهشة وعدم التخلي عن الأسر ذات الدخل الضعيف لا سيما في مجال التوجه نحو تخصيص الدعم للفئات المحتاجة والمستحقة إلى الشأن الدولي نبدأه من جريدة الشرق الأوسط وحول آخر التطورات في أفغانستان الرئيس الأفغاني يقول غادرت كابل حقنا للدماء ولم يكن بحوزتي أي أموال الرئيس الأفغاني أشرف غني قال أمس الأربعاء أنه قرر الخروج من أفغانستان حقنا للدماء مشيرا إلى أنه لم يكن بحوزته أي أموال لدى مغادرة البلاد عكس ما أشيع عنه مؤخرا وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في وقت سابق أن دولة الإمارات استقبلت الرئيس غني وأساته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وقال غني الرئيس السابق لأفغانستان في أول خطاب له منذ مغادرته أفغانستان إنه اضطر للمغادرة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى وتبع الرئيس الأفغاني القول إن مزاعم أو المزاعم الخاصة بأنه اتخذ أو أخذ معه أموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وكلها محض إرادات كما قال كذلك أنا أجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان هكذا قال الرئيس الأفغاني يريد العودة لأفغانستان إلى جريدة القدس العربي دائما حول آخر التطورات في أفغانستان مسؤول من حركة طالبان طبعا يقول أفغانستان قد يديرها مجلس حاكم وطالبان تتواصل مع جنود وطيارين سابقين طبعا من الجيش الأفغاني قال عضو بارز بحركة طالبان لوكالة رويترز إن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم بعد أن سيطر الطالبان على زمام الأمور بالبلاد بينما من المرجح أن يظل الزعيم الأعلى للحركة هيبة الله أخون زاد زعيما أعلى وقال وحيد الله هاشمي المقرب من هيئة صنع القرار في الحركة إن طالبان ستتواصل أيضا مع الطيارين السابقين وجنود من القوات المسلحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها إلى جريدة إلاف أو موقع إلاف الإلكتروني يقول حول تسليم أسانج للولايات المتحدة الأمريكية من عدمه سمحت بتقديم أسباب لاستئناف قرار الرفض السابق محكمة بريطانية تماهد لتسليم أسانج للولايات المتحدة الأمريكية حصلت الولايات المتحدة الأمريكية تقول إلاف على دفعة قوية في محاولتها لتسلم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المسجون في المملكة المتحدة وحكم قاض بريطاني يوم الأربعاء بأنه يمكن منح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الأسباب للاستئناف ضد هذا القرار وكانت محكمة أو محكمة في لندن قصف أو قضت عفوا في يناير 2021 بعدم جواز تسليمه بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية وخطر الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية انتهت أخبارنا نمر الآن نختم معرض الصحافة اليوم كالعادة بالرسومة الكاريكاتورية من جريدة الشروق ولي الرسام أيوب يظهر هنا رجل وامرأة يقفان أمام باب مكتوب عليه رجعوا بعد الجائحة هذا الباب الظاهر أنه باب خاص بإدارة من الإدارات الجزائرية يريد أن يقول يعني يوحي إلى أنه الكثير من الإرادات أو عفوا الإدارات الجزائرية حاليا عملها حاليا مؤجل إلى غاية نهاية الجائحة أو عملها إلى حد كبير يعمل بالخدمة الأدنى الخدمة الأدنى حاليا في العديد من الإدارات الجزائرية هذا رأي الرسام الكاريكاتوري أيوب جريدة الشروق اليوم إلى الرسم الكاريكاتوري الثاني لبقي بخالفة في الشأن الأفغاني رسم بقي بخالفة عنوانه انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تظهر أمامنا الطائرة هنا أمريكية عسكرية محلقة انطلقت من أراضي أفغانستان وهنا أفغانستان تحولت إلى سلم لركوب الطائرة في إشارة إلى الصور والفيديوهات التي صنعت الجدل وملأت العالم في الأيام الأخيرة جابت العالم في الأيام الأخيرة التي أظهرت الكثير من المواطنين الأفغان يحاولون التشبث أو تشبثوا حقيقة بطائرة العسكرية الأمريكية التي كانت مقلعة من مطار كابل بالعاصمة الأفغانية حتى أن هناك من المواطنين الأفغان من سقط بعد تشبثه بالطائرة وتحليقها في السماء سقط من علو شاهق صورته الكاميرات نهاية معرض الصحافة لنهار اليوم يومكم سعيد إلى اللقاء